نعمل مع بعض اقوى برسيل جل بالزيت والسودا كما ترون برسيل جل قوي جدا وليس سيب أثر من رحة الزيت على الملابس سوف أقول لك ايه هو المكون السحري الذي ستستخدميه من غير ما نستخدم حمض السلفونك فتابعين يا حبيبتي كده لنهاية الفيديو عشان تعرفي ايه هو المكون السحري اللي في مطبخنا يقدمنا على رحة الزيت تماما وتابعين كده ما تنسينيش فضلا وليس سامرا باللايك والشير دلوقتي قبل ما نبدأ في الطريقة تعالوا بنا يا حبيبي اقول لكم ده كده شكل البرسيل الجل انا كنت عملا معاكم مبارح بطريقة اقتصادية كنت عاملة اربعة ريتل من البرسيل الجل بجودة عالية ده كده شكله قلت لكم قبل ما ابدأ الوصفة النهاردة يعني فحوال لكم القوم بتاعه بعد ما سبتوا كده ايه يستريح يلا بينا بقى ايه بعد ما شوفنا كده البرسيل الجل ده ندخل بقى على اللي احنا هنعملوه النهاردة اللي هو بالزيت اللي انتم شفتوه من شوية ما كانش من غير زيت اه فدلوقتي بقى ايه تعالوا بينا نشوف المكونات هنحتاج لمعالاها صغيرة من الملح هنحتاج لمعالاها كبيرة من السودا الكوية وهنحتاج لمعالاها كده كبار من المياه اه وعنستخدم تلات معالاها كبار من الزيت نص معالاها صغيرة من متاعة الشاق اه دهنة اللي هو دهن البقر او الخرفان اللي احنا بنكون مسياحينه ده بيصرع بس من عملية تصبو اه اه مع الزيت والسودا الكوية فبيحاولوا صابون بسرعة من غير ما نستنى الوقت طويل اللي في الكوباية ده خمس معالق كبار من حمض السيلفونيك كنت عاملة معاكم الطريقا تحته في الفيديو اللي فات وقلت لكم اللي ده لما بتستخدميه اه يعني مش بيخلي الزيت له اصل خالص في الملابس اه فيه ناس قلت لي طب احنا معندناش حمض السيلفونيك نعمل ايه اه فحقول لكم طبعا ايه حقول لكم البدايل ايه دلوقتي البدايل الكسيري اللي انتم شفتوه عن استخدم كيس من البرسيل الجيل اه وعن استخدم معالا صغيرة من من الفانيش الفانيش البودرة بتاع الملابس ممكن تستخدمي اللي هو الالوان او الفانيش للالوان او الفانيش اه للابيض انا دوقتي حطيت المياه تلات معالق من المياه في الكوباية وحطيت عليهم معلقة كبيرة من السودا الكوية وبقلبهم كده علشان يتحول معايا اه لمحلوق لا اه وبعد كده هنشوف بقى ايه هنعمل ايه هنجيب الشفشة عشان نبدأ بقى ايه لانا نحط فيه الزيت تلات معالق كبار من الزيت ويفضل الزيت اللي تاعت استخدميه يكون زيت جديد ده لو زيت مستعمق لا اه فده بيسبب اه بيعمل ريحة اه بيخلي البرسيل كده هوت ما بتستخدميه للبلابس فبيعمل ريحة بش حلوة اه على الملابس وكباد اه حوالك يفضل يعني ايه لانت تستخدمي الزيت جديد خالص فزي ما انت شايف انا كده قلبت نص معلقة الدهنة مع تلات معالق كبار اللي هي المعالق متاعت الاكل زيت فبقلبهم مع بعض الاول وبعد كده هبدأ بلا انا انزل عليهم بمحلول الايه السودا الكوية اه دي اه دي اول خطوة اللي انا ايه بجهز اه اه عايزة برضو لانا هتكلم معاكو برضو يعني ايه اه طب النهاردة انا مش هنحط حمد السلفوني كزي ما قلت لكم ما اه طيب ايه هو بقى المكون اللي في مطبخنا اللي هيقضلنا على ريحة الزيت ويعني مش هيكون لها قصر اه في الملابس حتى بعد الملابس ما تنشف مش هيكون لها قصر اول حاجة عتشوفي الغسالة تحت اه يعني بتاخد كم كم رتل من المياه يعني انا الغسالة اللي عندي اه لما بملها لاخرها اه غسيل يعني وامية فبتاخد تسعة وتسعة وسبعين رتل من المياه طيب انا لما استخدم اه يعني ملوه كوباية من البرسيل اللي انا هعمله النهاردة بالزيت معاكو انا دوقاتي اه حطيت كده هوت معلقة صغيرة من الفانيش عشان برضو نركز في الوصفة وبعد كده حفضل لانا اقلب ايه فيها اه طيب اه انا لما اخد بقى ملوه كوباية من البرسيل اللي انا هعمله معاكو النهاردة بالزيت ومن غير ما نحط من غير ما نحط فيه حمض السلفون اه حبدال انا احط ملوه كوباية من البرسيل ده في الغسالة مع الملابس سوى ملابس البيضاء او ملابس ملونة وبعد كده هتجيبيلي بقى ايه يعني التاسعة وسبعين رتل من المياه حياخده معاكو نص كوباية بيكربوناتو السوديوم اه بعد كده هتبدأ اللي انت تحطيها مع الملابس نص كوباية من بيكربوناتو السوديوم تحطيه مع الملابس اه والغسيل بقى هي تغسل عادي بصوا اللي بقلب فيه بصوا بالقوم بيتقل ازاق يا وحنكمل برضو حقول لكم برضو ايه حنستخدم ايه تاني يا بس عشان ايه برضو نبقى نركز في الوصفة اللي انا بقاملها وبردو اقول لكم هتعمل ايه اه دلوقتي بقى ايه بتسيب الغسالة تغسل عادي مع كوباية البرسيل الجيلالي تحطيها ونص كوباية من بيكربوناتو السوديوم اه او الزهرة البيضة اللي هي الزهرة البيضة بتاعت البلابس اه وبعد كده بتسيبها لحد ما تغسل خالص وتدخل على الشطف فبتيتي بقى ايه في مرحلة الشطف بتجيبي كوباية من الخل كبيرة وبتحطيها في بتحطيها مع الغسيل في الشطف اه فبعد كده لما بتيجي تاخدي الغسيل ويتغسل في الغسالة بتاخديه وتنشريه فطبعا ايه مش بيكون لما يجي ينشف الغسيل فمش بيكون له اثر خالص في الايه مش بيكون له اثر ريحة الزهرة في الملابس اه زي ما انتم شايفين انا كنت شايلة اه يعني اه حطيت استخدمت المحلول السودا الكاوي حطيت اه نصفه في الاول وبعد كده رجعت فضيت البقيته دلوقتي ايه ببدا ايه بحط الماء يبقى نقولكو تاني انا عملت ايه برضو في البرسيل اللي انا بعمله دلوقتي اه جبت الشافشة حطيت فيه تلات بعالق اه كبار من الزيت وحطيت نصف معلقة زيارة من الدهنة عشان تسرع من عملية التصبن وبعد كده نزلت عليهم بنصف كمية المحلول السودا الكاوية اللي انا كنت عاملها معاكم اللي هي معلقة كبيرة من السودا الكاوية مع تلات معلقة كبار من المياه وبعد كده نزلت بنصهم على الزيت والدهنة وبعد كده قلبتهم كويس ونزلت عليهم بمعلقة صغيرة من الفانيش وقلبتهم وبعد كده هوت لحد مدابهم وبعد كده حطيت بقى المياه ونزلت بقية المحلول السودا الكاوية اللي كان فاضل معي وزا ما انتم شايفين انا قلبت دوقتي معلقة صغيرة من الملح الطعام وحطيتها وطبعا في خطوة ديت على حسب بقى القوام ايه معاكي بتاع البرسيل عايزة انت بتسيبيه على كده ولما بيتسبع على فكرة القوام بتاعه برضو بيبقى حل انا دوقتي هنحط كيس برسيل جيل برحة اللفاندر عشان ما كانش عندي رحة البرسيل لا فحبيت بقى ايه اللي انا احطه كمان زي ما قلت لكم اللي البرسيل ده هو يعني اللي انا حطيته دلوقتي حيكون بقى ايه بديل الحمض السيلفونيك كده يعني هو واللي ايه هو واللي بعلاقة الفانيش اللي انا استخدمتها علشان ايه تديني طبعا جودة للبرسيل اللي انا بعمله يكون بجودة عالية وكمان يكون ريحة ليه ريحة اه كويسة اه زي ما انتم شايفين اه طريقة سهلة وبسيطة جدا اه ممكن بقى تلونيه اي لون انت حباه انا حطيت سنة لون ابيض ده ولو انتم ايه لو انتم ابيض فطبعا هو لسه لما اسيبه وانا لسه طبعا مخلصات دلوقتي ولسه لما اسيبه حيبقى القوام بتاعه فيه لزوجة او جميل جدا اه وتحفى اه طبعا ايه اه بتسيبه لحد ما يهدى خالص يعدي عليه اه يعني يوم كده او يومين بتلاحزي حتى القوام بتاعه تقل وليه لزوجة جميلة جدا اه اه فيه برضو حاجة انا عندي غسالة بتاخد برضو واحد وعشر رتل من المية يعني لو عندي يعني حتتين غسيل كده حاجات بسيطة يعني عايزة لانا يعني ماملاش الغسالة الاخرها اه اقل من نص يعني فببدأ ان انا باملى الغسالة واحد وعشر رتل من المية فلو انا استخدمت شوية من البرسيل ده هوت وحطيته في الغسالة يعني نص كوباية كده هوت اه ببدأ برضو هيبقى ايه نص نص الكمية اللي بيكربوناتو اللي انا استخدمتها عايبقى ايه ربع كوباية وتحطيها في الغسالة وبعد كده اه برضو بتسيب الملابس لحد ما تتغسل ولبها تدخل بقى على الشطف بتحط نص كوباية من الخل في الشطف وبس كده طبعا الطريقة دي لبت اه تابديها وطبعا هو بيكربوناتو السوديوم بتحط بنسب على حسب كمية المية متعتى الغسالة عندك بتاخد قد ايه شكرا حبابي على المشاهدة كامعاكم حناني وراي السلام عليكم موسيقى